اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه لمن من الملائكة قال قط انت ابني انا اليوم ولدتك وايضا انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا وايضا متى ادخل البكرة الى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار واما عن البن كرسيك يا الله الى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك احببت البر وابغط الاثن من اجل ذلك مسحك الله الهكة بزيت الابتهاج اكثر من شركائك وانت يا رب في البدء اسست الارضة والسماوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن انت تبقى وكلها كثوب تبلى وكارداء تطويها فتتغير ولكن انت انت وسنوك لن تفنى ثم لمن من الملائكة قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك اليس جميعهم ارواحا خادمة مرسلة للخدمة لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص الاصحاح الثاني لذلك يجب ان نتنبه اكثر الى ما سمعنا لان لا نفوته لانه ان كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازات عادلة فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقدره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدنا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب ارادته فانه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الانسان حتى تذكره او ابن الانسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته واقمته على اعمال يديك اخضعت كل شيء تحت قدمي لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على اننا الان لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من اجل الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد لانه لاقى بذاك الذي من اجله الكل وبه الكل وهو آت بابناء كثيرين الى المد ان يكمل رئيس خلاصهم بالالام لان المقدسة والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحي ان يدعوهم اخوه قائلا اخبر باسمك اخوتي وفي وسط الكنيسة اسبحك وايضا انا اكون متوكلا عليه وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية لانه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل ابراهيم من ثم كان ينبغي ان يشبه اخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة امينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين الاسحاح الثالث من ثم ايها الاخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه امينا للذي اقامه كما كان موسى ايضا في كل بيته فان هذا قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لبان البيت من قرامة اكثر من البيت لان كل بيت يبنيه انسان ما ولكن باني الكل هو الله وموسى كان امينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد ان يتكلم به واما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية لذلك كما يقول الروح القدس اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الاسخاط يوم التجربة في القفر حيث جربني اباؤكم اختبروني وابصروا اعمالي اربعين سنة لذلك لذلك مقدت ذلك الجيل وقلت انهم دائما يضلون في قلوبهم ولكنهم لم يعرفوا سبلي حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي انظروا ايها الاخوة ان لا يكون في احدكم قلب شرير بعدم ايمان في الارتداد عن الله الحي بل عظوا انفسكم كل يوم ما دام الوقت يدع اليوم لكي لا يقص احد منكم بغرور الخطية لاننا قد صرنا شركاء المسيح ان تمسكنا ببداءة الثقة ثابتة الى النهاية اذ قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الاسخاط فمن هم الذين اذ سمعوا اسخطوا اليس جميع الذين خرجوا من مصر بواسطة موسى ومن مقت اربعين سنة اليس الذين اخطأوا الذين جثثهم سقطت في القفر ولمن اقسم لن يدخلوا راحته الا للذين لم يطيعوا فنرى انهم لم يقدروا ان يدخلوا لعدم الايمان الاصحاح الرابع فلنخف انه مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب منه لاننا نحن ايضا قد بشرنا كما اولئك لكن لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمع لاننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى اقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي مع كون الاعمال قد اكملت منذ تأسيس العالم لانه قال في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع اعماله وفي هذا ايضا لن يدخلوا راحتي فاذ بقي ان قوما يدخلونها والذين بشروا اولا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين ايضا يوما قائلا في داود اليوم بعد زمان هذا مقداره كما قيل اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم لانه لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر اذا بقيت راحة لشعب الله لان الذي دخل راحته استراحا هو ايضا من اعماله كما الله من اعماله فلن نكتهد ان ندخل تلك الراحة لان لا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها لان كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقة الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاف ومميزة افكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا فاذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالاقرار لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية فلنتقدم بثقة الى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه الاسحاح الخمس لان كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لاجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا قادرا ان يترفق بالجهال والضلين اذ هو ايضا محاط بالضعف ولهذا الضعف يلتزم انه كما يقدم عن الخطايا لاجل الشعب هكذا ايضا لاجل نفسه ولا يأخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له انت ابني انا اليوم ولدتك كما يقول ايضا في موضع اخر انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقوى مع كونه ابن تعلم الطاعة مما تألم به واذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملك صادق الذي من جهته الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به اذ قد صرتم متباطئي المسامة لانكم اذ كان ينبغي ان تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون ان يعلمكم احد ما هي اركان بداءة اقوال الله وصرتم محتاجين الى اللبن لا الى طعام قوي لان كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لانه طفل واما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمر قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر الأصحاح السادس لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم الى الكمال غير واضعين ايضا اساس التوبة من الاعمال الميتة والايمان بالله تعليم المعموديات ووضع الاياد قيامة الاموات والدينونة الابدية وهذا سنفعله ان اذن الله لان الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الات وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه لان ارضا قد شربت المطر الاتي عليها مرارا كثير وانتجت عشبا صالحا للذين فلحت من اجلهم تنالوا بركة من الله ولكن ان اخرجت شوكا وحسكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها للحريق ولكن نا قد تيقن من جهتكم ايها الاحباء امورا افضل ومختصة بالخلاص وان كنا نتكلم هكذا لان الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها نحو اسمه اذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم ولكن نا نشتهي ان كل واحد منكم يظهر هذا الاكتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالايمان والانات يرثون المواعيد فانه لما وعد الله ابراهيم اذ لم يكن له اعظم يقسم به اقسم بنفسه قائلا اني لا اباركنك بركة واكثرنك تكثيرا وهكذا اذ تأن نال المواد فان الناس يقسمون بالاعظم ونهاية كل مشاجرة عندهم لاجل التثبيت هي القسم فلذلك اذ اراد الله ان يظهر اكثر كثيرا لورثة المواد عدم تغير قضائه توسط بقسم حتى بامرين عديم التغير لا يمكن ان الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء الموضوع امامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل الى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة الى الابد الاسحاح السابع لان ملك صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء المترجم اولا ملك البر ثم ايضا ملك ساليم اي ملك السلام بلا اب بلا ام بلا نسب لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كهنا الى الابد ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغناء واما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية ان يعشر الشعب بمقتضى الناموس اي اخوتهم مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذي له الموعيد وبدون كل مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر وهنا اناس مائتون يأخذون عشرة واما هناك فالمشهود له بانه حي حتى اقول كلمة ان لاوي ايضا الاخذ الاعشار قد عشر بابراهيم لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملك صادق فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن اخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس ايضا لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في صبت اخر لم يلازم احد منه المذبح فانه واضح ان ربنا قد طلع من صبت يهود الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن اخر قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزور لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة واما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملك صادق على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل والئك قد صاروا كهنة كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء واما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم لانه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطات وصار اعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدما نفسه فان الناموس يقيم اناس بهم ضعف رؤساء كهنة واما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد الاسحح الثامن واما رأس الكلام فهو ان لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للاقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا انسان لان كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح فمن ثم يلزم ان يكون لهذا ايضا شيء يقدمه فانه لو كان على الارض لما كان كاهنة اذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما اوحي الى موسى وهو مزمع ان يصنع المسكن لانه قال انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال الذي اظهر لك في الجبل ولكنه الان قد حصل على خدمة افضل بمقدار ما هو وسيط ايضا لعهد اعظم قد تثبت على مواعيد افضل فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع لثانا لانه يقول لهم لا امان هو ذا ايام تأتي يقول الرب حين اكمل مع بيتي اسرائيل ومع بيت يهود عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع ابائهم يوم امسكت بيدهم لاخرجهم من ارض مصر لانهم لم يثبتوا في عهد وانا اهملتهم يقول الرب لان هذا هو العهد الذي اعهده مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام يقول الرب اجعل نواميسي في اذهانهم واكتبها على قلوبهم وانا اكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد اخاه قائلا اعرف الرب لان لان الجميع سيعرفون ني من صغيرهم الى كبيرهم لان اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد فاذ قال جديدا عطق الاول وام ما عطق وشيخ فهو قريب من لضمحلال الاصحاح التاسع ثم العهد الاول كان له ايضا فرائد خدمة والقدس العالمي لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصى هارون التي افرخت ولوحال عهد وفوقه كروبال مد مضللين الغطاء اشياء ليس لنا الان ان نتكلم عنها بالتفصيل ثم اذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة الى المسكن الاول كل حين صانعين الخدمة واما الى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب معلنا الروح القدس بهذا ان طريق الاقداس لم يظهر بعد مدام المسكن الاول له اقامة الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذباح لا يمكن من جهة الضمير ان تكمل الذي يخدم وهي قائمة باطعمة واشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة الى وقت الاصلاف واما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الاعظم والاكمل غير المصنوع بيد اي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابدي لانه ان كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس الى طهارة الجسد فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر دمائركم من اعمال ميتة لتخدم الله الحي ولاجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون اذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الاول ينالون وعد الميراث الابدي لانه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموسي لان الوصية ثابتة على الموت اذ لا قوة لها البتة ما دام الموسي حيا فمن ثم الاول ايضا لم يكرس بلا دم لان لان موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس اخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي اوصاكم الله به والمسكن ايضا وجميع آنية الخدمة رشها كذلك بالدم وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة فكان يلزم ان امثلة الاشياء التي في السماوات تطهر بهذه واما السماويات عينها فبذبائح افضل من هذه لان المسيح لم يدخل الى اقداس مصنوعة بيد اشباه الحقيقية بل الى السماء عينها ليظهر الان امام وجه الله لاجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرا كما يدخل رئيس الكهنة الى الاقداس كل سنة بدم اخر فاذاك كان يجب ان يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الان قد اظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه وكما وضع للناس ان يموت مرة ثم بعد ذلك الدينون هكذا المسيح ايضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه الاصحاح العاشر لان الناموس اذ له ظل الخيرات العتيد لا نفس صورة الاشياء لا يقدر ابدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام ان يكمل الذين يتقدمون وإلا افمازالت تقدم من اجل ان الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم ايضا ضمير خطايا لكن فيها كل سنة ذكر خطايا لانه لا يمكن ان دماثيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله الى العالم يقول ذبيحة وقربان لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر ثم قلت ها انا ذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله اذ يقول آنفا انك ذبيحة وقربان ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم قال ها انا ذا اجيء لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الاول لكي يثبت الثاني فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرا تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة ان تنزع الخطي واما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس الى الابد عن يمين الله منتظرا بعد ذلك حتى توضع اعداؤه موطئا لقدميه لانه بقربان واحد قد اكمل الى الابد المقدسين ويشهد لنا الروح القدس ايضا لانه بعدما قال سابقا هذا هو العهد الذي اعهده معهم بعد تلك الايام يقول الرب اجعل نواميس في قلوبهم واكتبها في اذهانهم ولن اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد وانما حيث تكون مغفرة لهذه لا يكون بعد قربان عن الخطي فاذ لنا ايها الاخوة ثقة بالدخول الى الاقداس بدم يسوع طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب اي جسده وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم بقلب صادق في يقين الايمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شريح ومغتسلة اكسادنا بماء نقي لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضا وبالاكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب فانه ان اخطأنا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة ان تأكل المضادين من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رأسه فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدر بروح النعمة فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجازي يقول الرب وايضا الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي ولكن تذكر الايام السالفة التي فيها بعدما انرتم صبرتم على مجاهدة الام كثيرة من جهة مشهورين بتعيرات وضيقات ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا لانكم رثيتم لقيودي ايضا وقبلتم سلب اموالكم بفرح عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقيا فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيم لانكم تحتاجون الى الصبر حتى اذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموت لانه بعد قليل جدا سيأتي الاتي ولا يطق اما البار فبالايمان يحيا وان ارتد لا تسر به نفسي واما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس الاصحاح الحادي عشر واما الايمان فهو الثقة بما يرجى والايقان بامور لا ترى فانه في هذا شهد للقدماء بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر بالايمان شهد شهد له بانه قد ارضى الله ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه بالايمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الايمان بالايمان ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم الى اين يأتي بالايمان تغرب في ارض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه لانه كان ينتظر المدينة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله بالايمان صار نفسها ايضا اخذت قدرة على انشاء نسل وبعد وقت السن ولدت اذ حسبت الذي وعد صادق لذلك ولد ايضا من واحد وذلك من ممات مثل نجوم السماء في الكثرة وكالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينال المواعيد بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقر بانهم غرباء ونزلاء على الارض فان الذين يقولون مثل هذا يظهرون انهم يطلبون وطنا فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع ولكن الان يبتغون وطنا افضل اي سماويا لذلك لا يستحي بهم الله ان يدعى الهه لانه اعدى لهم مدينة بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرد قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له انه باسحاق يدعى لك نسل اذ حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات ايضا الذين منهم اخذه ايضا في مثال بالايمان اسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة امور عتيدة بالايمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابن يوسف وسجد على رأس عصاه بالايمان يوسف عند موته ذكر خروج بني اسرائيل واوصى من جهة عظامه بالايمان موسى بعدما ولد اخفاه ابواه ثلاثة اشهر لانهما رأياه الصبية جميلة ولم يخشيا امر الملك بالايمان موسى لما كبر ابا ان يدعى ابن ابنتي فرعون مفضلا بالاحرى ان يذلى مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطية حاسبا عار المسيح غنا اعظم من خزائن مصر لانه كان ينظر الى المجازات بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد كانه يرى من لا يرى بالايمان صنع الفصح ورش الدم لالا يمسهم الذي اهلك الابقار بالايمان اكتازوا في البحر الاحمر كما في اليابسة الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرق بالايمان سقطت اسوار اريح بعد ما طيف حولها سبعة ايام بالايمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاد اذ قبلت الجاس سيني بسلام وماذا اقول ايضا لانه يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والانبياء الذين بالايمان قهروا ممالك صنعوا برا نالوا مواعيد سدوا افواها اسود اطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا اشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء اخذت نساء امواتهن بقيامة واخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة افضل واخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود ايضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتازين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في برارية وجبال ومغايرة وشقوق الارض فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالايمان لم ينالوا الموعد اذ سبق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكمل بدوننا الاصحاح الثاني عشر لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة والنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه لالا تكلوا وتخوروا في نفوسكم لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطي وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبني يابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبني فاي ابن لا يؤدبه ابوه ولكن ان كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه فانتم نغول لا بنون ثم قد كان لنا اباء اكسادنا مؤدبين وكنا نهابه افلا نخضع بالاولى جدا لاب الارواح فنحيا لان اولئك ادبون اياما قليلا حسب استحسانه واما هذا فلاجل المنفع لكي نشترك في قداسته ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن واما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به صمر بر للسلام لذلك قوموا الاياد المسترخية والركب المخلع واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيم لكي لا يعتسف الاعرق بل بالحري يشفى اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب ملاحظين لالا يخيب احد من نعمة الله لالا يطلع اصل مرارة ويصنع زعادة فيتنجس به كثيرون لالا يكون احد زانيا او مستبيح تعيس الذي لاجل اكلة واحدة باع بكوريته فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركة رفض اذ لم يجد للتوبة مكانا مع انه طلبها بدموع لانكم لم تأتوا الى جبل ملموس مضطرم بالنار والى ضباب وظلام وزوبع وهتاف بوق وصوت كلمات استعف الذين سمعوه من ان تزاد لهم كلمة لانهم لم يحتمل ما امر به وان مست الجبل بهيمة ترجم او ترمى بسه وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى انا مرتعب ومرتعد بل قد اتيتم الى جبل صهيون والى مدينة الله الحي اورشليم السماوي والى ربوات هم محفل ملائك وكنيسة ابكار مكتوبين في السماوات والى الله ديان الجميع والى ارواح ابرار مكملين والى وسيط العهد الجديد يسوع والى دام رش يتكلم افضل من هابيل انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم لانه ان كان اولئك لم ينجوا اذ استعفوا من المتكلم على الارض فبالاولى جدا لا ننجوا نحن المرتدين عن الذي من السماء الذي صوته زعزع الارض حين اذا واما الان فقد وعد قائلا اني مرة ايضا ازلزل لا الارض فقط بل السماء ايضا فقوله مرة ايضا يدل على تغيير الاشياء المتزعزعة كمصنوع لكي تبقى التي لا تتزعزع لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضي بخشوع وتقوى لان الهنا نار اكل لتثبت المحبة الاخوية لا تنسوا اضافة الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يدرون اذكر المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم انتم ايضا في الجسد ليكن الزواج مقرما عند كل واحد والمضجع غير نجس واما العاهرون والزنات فسيدينهم الله لتكن سيرتكم خالية من محبة الماء كونوا مكتفين بما عندكم لانه قال لا اهملك ولا اتركك حتى اننا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع به انسان اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بايمانهم يسوع المسيح هو هو امسا واليوم والى الابد لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة لانه حسن ان يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها لنا مذبح لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا منه فان الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية الى الاقداس بيد رئيس الكهنة تحرق اكسامها خارج المحلة لذلك يسوع ايضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب فلنخرج اذا اليه خارج المحلة حاملين عاره لان ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العكيدة فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيل اي ثمر شفاه معترفة باسمه ولكن لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لانه بذبائح مثل هذه يسر الله اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يصهرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطونا حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا انينا لان هذا غير نافع لكم صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء ولكن اطلب اكثر ان تفعلوا هذا لكي ارد اليكم باكثر سرعة والله والله السلام الذي اقام من الاموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الابدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يردي امامه بيسوع المسيح الذي له المكد الى ابد الابدين امين واطلب اليكم ايها الاخر ان تحتملوا كلمة الوعص لاني بكلمات قليلة كتبت اليكم اعلموا انه قد اطلق الاخو تيموثيوس الذي معه سوف اراكم ان اتى سريعا سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين يسلم عليكم الذين من ايطاليا النعمة مع جميعكم امين الى العبرانيين كتبت من ايطاليا على يدي تيموثاوس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة